السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في خناتكم الجميلة أو معتز الإلكترونيات على اليوتيوب بالنسبة للأول مرة ما ينساش اللايك والشريك في الخناة وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصلكم إنه كل جديد كل ما يخص الإلكترونيات من شلحات وأعطال وكل ما يخص الترددات الفضائية على جماعة الأخمار وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات المعقلة له بيزنى اللي هيتابعني هستفيد من الحلقات اللي أنا بقدمه لكم أول بأول تعالوا بنا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عن إيه ترد جديد وحاصر ظهر على النايل سات لقناة مغاغا تيفي واحدة من أجمل قنوات وأروع الخنوات في عالم الفن والدرامة الحصرية وقناة متنوعة وروعة جدا وإضافة جميلة مميزة جدا لقناة النايل سات لو القائمة اللي عندها خلاف اللي أنا بشرح حلقة بسهولة جدا هتدخل على الشرحات الموجودة داخل قناتي وهتلاقي فيها طريقة إضافة القنوات أو الترددات على جميع الأجهزة وجميع رسفرات وجميع شاشات العرض اللي بتحتاج على رسفر داخلي أما بالنسبة لأكتر من سعين في المئة من الأجهزة الموجودة هنضغط من الراموط على الزرارة المينيو ونقف على قيمة وقفة كلمة تركيب وقف على قيمة التركيب واضغط علىها بزرارة OCK هينزهل لقيمة تانية وقفة قيمة الترددات بنزل علىها واضغط OCK وبالنسبة للخواهم الانجليش هضغط من الرموت على زرار الميني واقف على كلمة انسيليشن واضغط اوكي هيظهر معاي خيمة تانية وفاية كلمة ترانزبورد اللي استبهن انزل عليها واضغط اوكي ومجرد ما بضغط على خيمة الترددات بزرار الاوكي هلاحظ انه ظهر معاي خيمة الترددات اللي قدام حضرتكو كل اللي هعمله هضغط من الرموت على زرار الاحمر وكتب التردد بتاعه وبعدين هضغط اوكي واتأكد ان الاشراء موجودة على التردد وكل اللي هعمله بعد كده هضغط من الرموت على الزرار الازرق وضغط اوكي عشان يظهر لي خيمة جميلة مكتوب فيها كلمة اسكان او البحس في اعلى الخيمة ومجرد ما بضغط على الخيمة دي بزرار اوكي الجهازة يبحث التردد بتاعي ويظهر ليرسالة هل تريد الحفظ بتأكد انه انه اوقف على كلمة اس او نعم واضغط اوكي من الرموت وبالتالي الجهاز هيحفظ التردد ويزهر لي القناة الجديدة اللي انا بملها لحضراتكم في كل فيديو او في كل شرح القناة اللي معنا في حلقة النهاردة قناة روعة جدا اسمها مغاغا تيفي ظهرت على النائل ساد بتاريخ شهر 8 او بتاريخ شهر اغسطس لعامة 22 قناة مغاغا تيفي موجودة على تردد 11640 معدلة ترميل 27500 والخطبية ايتشا وهروزين تلقى وافقي التردد اشارة عالية وسهل جدا استقباله باطباق تبدأ من 60 او 70 سنتي ولكن بيحتاج ان يكون عند حضرتك رسيفر بيتعامل بنظام الاتش دي او شاشة عرض بتحتها لرسيفر داخلي بيتعامل بنظام الاتش دي علشان تقدر تستقبل القناة على جهازك مغاغا تيفي واحدة من اجمل واروعة القناة اللي ظهرت على النائل ساد وبنصح الكل ينزل على جهازه وبهديها لكل مشاركين وامتابعين قناة اللي بيتابعوا معي الترددات الجديدة والحصرية اول باول ولو عجبك الفيديو حابب تتابع معي كل الترددات الجديدة والحصرية اضغط لايك والشرك في الخناة واهم حاجة تفعل الجرس عشان وصل لك كل جديد بكده حلقة النهاردة خلصت واشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة